بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الأدابي أهلا بكم مع مادة الدراسات الاجتماعية والتاريخ ودرس اليوم بعنوان مراجعة تاريخ اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية ما هي الديانة السائدة في شفه الجزيرة العربية قبل الإسلام الإسلام، المسيحية، الوسانية، اليهودية طبعا الديانة السائدة في شفه الجزيرة العربية قبل الإسلام هي الوسانية والوسانية المقصود بها عبادة الأصنام النظام الاجتماعي الذي كان سائدا في شفه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو نوع الإمبراطوري، الديمقراطي، الملكي، القبلي النظام الاجتماعي الذي كان سائد في شفه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو النظام القبلي لأن شبه الجزيرة العربية كان معظمها عبارة عن قبائل متفرقة المدينة التي كانت مركزا تجاريا مهمة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام يسرب الطائف مكة الرياض المدينة اللي كانت مركز تجار مهم في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هي مكة اللغة الرئيسية التي كانت مستخدمة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام العربية، الهندية، السوريانية، الفارسية طبعاً اللغة العربية التي كانت سائدة ومتشرة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هي اللغة العربية ما هو المصدر الرئيسي للدخل في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ استخراج البترول صناعة الأسلحة الزراعة التجارة طبعا مصدر الدخل الرئيسي والذي كان سائدا في شبه الجزيرة العربية هو التجارة ما هي المنطقة الجغرافية التي تشكل شبه الجزيرة العربية شمال أفريقيا وسط آسيا جنوب غرب آسيا شرق أوروبا طبعا شرق جنوب غرب آسيا هي المنطقة الجغرافية التي كانت تشكل شبه الجزيرة العربية العرب الذين عاشوا في الصحراء وتنقلوا بحسا عن الماء والكلأهم الماء والكلأ يعني العشب هم الحضر البدو الفلاحون التقار طبعا العرب اللي عاشوا في الصحراء وتنقلوا بحسا عن العشب والماء هم البدو أي من الممالك التالية كانت موجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مملكة حمير، مملكة الغساسنة، مملكة المناذرة، مملكة كندان مملكة حمير هي من الممالك التي كانت موجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام الظاهرة الاجتماعية التي كانت منتشرة بين العرب وتعني مصرة القبيلة المرؤة الفروسية العصبية الكرم الظاهرة الاجتماعية التي كانت منتشرة بين العرب وكان معناها مصرة القبيلة هي العصبية احتلت دولة الفرس نؤت قبل الإسلام اليمن يسرب مصر بلاد الشام دولة الفرس قلنا أنها كانت بتحتل العراق وإيه؟ واليمن كانت نؤت إحدى البلاد التي وقعت تحت حكم الروم قبل الإسلام العراق، مكة، الحيرة، الشام الروم كانوا بيحتلوا مصر وبلاد الشام كانت الشام إحدى البلاد التي وقعت تحت حكم الروم قبل الإسلام قامت في شمال شبه الجزيرة العربية مملكة نؤة فلسطين، سبتة ومليلة، ترفور جنوب السودان كانت الحرفة السائدة في البادية حرفة نؤة الراعي، الزراعة، الصناعة، التجارة الحرفة السائدة في البادية كانت حرفة الراعي نظم أهل مكة رحلة تجارية إلى بلاد الشام في فصل نؤة الربيع، الخريف، الشتاء، الصيف أهل مكة نظموا الرحلات التجارية وكانت رحلتهم إلى بلاد الشام في فصل الصيف ارتبط الشعر والخطابة عند العرب قبل الإسلام بالنخاط نؤة التجاري، الزراعي، الصناعي، الرعوي، الشعر والخطابة عند العرب قبل الإسلام كانوا مرتبطين بالنخاط التجاري لأن أسواقهم لم تكن مختصرة على التجارة فقط، ولكنها كانت ميداناً لتنافس الشعراء والخطابات، مثل سوق عكاز وزل مجاز حاول أبراه الحبشي هدم الكعبة ليوجه العرب إلى زيارة كنيسته التي أنشأها في نؤم مصر، الشام، اليمن، العرار أبراه الحبشي هاول حدم الكعبة حاول هدم الكعبة عشان يوجه العرب إلى زيارة كنيسته التي أنشأها في اليمن توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من رحلة تجارية قادمة من نوع من الشام، اليمن، العراق، مصر والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي أثناء عودته من رحلة تجارية قادمة من الشام دفن عبد الله بن مسعود دفن عبد الله بن عبد المبطلب بإحدى مدن شبه الجزيرة العربية التي تقع في نوع الشمال الجنوب الغرب الشرب عبد الله بن عبد المبطلب اللي هو والد الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بإحدى مدن شبه الجزيرة العربية اللي هي إيه يسرب والتي تقع في الغرب أقام محمد صلى الله عليه وسلم في بيت حليمة السعدية نؤت سنوات ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقام في بيت حليمة السعدية أربع سنوات اكتسب محمد صلى الله عليه وسلم الصبر والشجاعة من عمله بحرفة نؤة الزراعة الصناعة التجارة الرعا اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر والشجاعة من عمله بحرفة الرعا أرسلت السيدة خديجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لكي يتاجر بمالها إلى نؤت مع غلامها ميصرة إلى مصر إلى اليمن إلى العراق إلى الشام طبعا السيدة خديجة أرسلت غلامها ميصرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يخرج تاجرا بمالها إلى بلاد الشام كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه نؤاد عبد الله أبو طالب عبد المطلب العباس اللي كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وجده عبد المطلب أولى الحرف التي عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليساعد عمه حرفة نؤر حرفة التجارة حرفة الصناعة حرفة الرعي حرفة الزراعة أولى الحرف اللي اشتغل بها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يساعد عمه حينما كان طفل صغير لأن عمه كان كثير الأولاد وكان فقير فلذلك اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعمل بحرفة الرعي توفيت والدة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عمر مؤى أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات طبعا والدة الرسول توفيت وهو في عمر ست سنوات دفنت أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها بنؤى مكة المدينة الطائف الأبواء دفنت بمكان يسمى الأبواء تزوج محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وهو في عمر نؤى عشرون خمس وعشرون سلاسون خمس وثلاسون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة وهو في عمر خمس وعشرون القبيلة التي تنتمي إليها مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم بني أسد بني تميم بني سعد بني هاشم مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمها حليمة السعدية يبقى بتنتمي إلى بني سعد تعرضت مكة عام خمسمائة وسبعين ميلادية لغزو خارجي من جهة نوع الشمال الجنوب الشرق الغرب مكة عام خمسمائة وسبعين ميلادية تعرضت لغزو خارجي كان قادم من اليمن واليمن بتقع إلى الجنوب يبقى الإجابة هي الجنوب دفن والد الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى المدن المشهورة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام والتي تقع نوع شمال مكة جنوب مكة شرق مكة غرب مكة الرسول دفن بي يثرب وهي تقع شمال مكة ابن عم السيدة خديجة الذي طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الواحي كان بيدين بالديانة الحنيفية اليهودية المسيحية المجوسية ابن عم السيدة خديجة كان اسمه ورقة ابن نوفل وهو اللي طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الواحي وده كان بيدين بالديانة الحنيفية اللي هي عبادة الله الواحد الأحد على ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام كانت الدعوة الإسلامية في مأمن من إذاء قريف في بدايتها بسبب نوع السرية التامة اقتصارها على أهل بيت النبي هجرت المسلمين إلى الحبشة حماية عم النبي للمسلمين الدعوة الإسلامية كانت في مأمن من إذاء قريف في بدايتها طبعا بسبب السرية التامة أول من أسلم من الموالي نوع علي بن أبي طالب زيد بن حارسة ورقة بن نوفل أبو باكر الصدية الموالي طبعا المقصود بهم العبيد وأول من أسلم من الموالي هو زيد بن حارسة رضي الله عنه بدأت مرحلة نقط من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من البعثة السرية الجهر بدون مواجهة مواجهة المعتدين العالمية المرحلة التي بدأت في السنة الثالثة من البعثة هي الجهر بدون مواجهة في أي مراحل الدعوة بدأ تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمحنة والابتلاء السرية الجهرية مواجهة المعتدين العالمية المرحلة التي بدأت تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمحنة والابتلاء هي المرحلة الجهرية هدفت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالخروج من مكة أول مرة إلى نقطة التعرف على أهل الحبشة فتح مجال لعمل المسلمين الابتعاد عن اضطهاد قريش ونشر الإسلام خارج مكة طبعا الهدف من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بالخروج من أول الأمر من مكة إلى الحبشة كان الهدف منها الابتعاد عن اضطهاد قريش انتشرت الدعوة الإسلامية خارج مكة لأول مرة في نقطة المرحلة السرية المرحلة الجهرية مرحلة مواجهة المعتدين ولا مرحلة العالمية طبعا الدعوة الإسلامية انتشرت خارج مكة أول أمر في المرحلة الجهرية ذهب الرسول إلى نقطة يلتمس النصرة من أهلها لكنهم رفضوا دعوتهم الرسول ذهب إلى الطائف يسرب الحبشة اليمن ذهب إلى الطائف يلتمث النصر من أهلها لكنهم رفضوا دعوته الصحابي الذي اكتسب لقباً جديداً يضاف إلى اسمه نتيجة موقفه من رحلة الإسراء والمعراج نؤم عمر بن الخطاب زيد بن حارسة علي بن أبي طالب أبو بكر طبعاً الصحابي الذي اكتسب لقب جديد يضاف إلى اسمه هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دع علامة صح أو خطأ دع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي احتلت دولة الروم بلاد اليمن والعراق العبارة خاطئة دولة الروم أو دولة الفرس احتلت بلاد اليمن والعراق انتشرت الديانة المسيحية بدولة الفرس العبارة الخاطئة انتشرت الديانة المسيحية بدولة الروم تعد مملكة الحيرة من أشهر ممالك شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام العبارة صحيحة كانت مكة واترب أكثر مدن غرب الجزيرة العربية شهرة قبل ظهور الإسلام العبارة الصحيحة كانت شبه الجزيرة العربية مهدل لكثير من الأنبياء العبارة الصحيحة عرف أهل شبه الجزيرة العربية عبادة الأصنام طبل دين سيدنا إبراهيم العبارة خاطئة حيث عرفوا عبادة الأصنام بعد ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام تنوعة الأنشطة الإقصادية في شبه الجزيرة العربية العبارة الصحيحة كانت حرفة الزراعة هي الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية العبارة خاطئة حيث كانت حرفة الرعي هي الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية انقسم المجتمع الحضري قبل ظهور الإسلام إلى بدو وحضر العبارة الصحيحة حظيت بعض النساء بما كان متميزة في المجتمع العربي قبل ظهور الإسلام العبارة أيضاً صحيحة عرف العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفي العبارة صحيحة يمتد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام العبارة صحيحة مكس الرسول صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد أربع سنوات العبارة صحيحة كان أكثر العرب فصاحة للسام قبل الإسلام هم أهل الحضر العبارة خاطئة لأن أكثر العرب فصاحة للسام قبل الإسلام هم البدن بعد وفاة أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم تولى تربيته جده عبد المطلب العبارة خاطئة بعد وفاة جده تولى تربيته عمه أبو طالب اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الصفات من عمله بحرفة الرائع العبارة صحيحة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه بأكثر من حرفة العبارة صحيحة عمل بالزراع ثم الرائع وغيره أعرف الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه بالصادق الأمين العبارة صحيحة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين من عمره العبارة صحيحة استمرت مرحلة سرية الدعوة الإسلامية أربع سنوات العبارة خاطئة حيث استمرت ثلاث سنوات اعتمدت المرحلة الثانية لنشر الدعوة الإسلامية على الجهر والمواجهة العبارة خاطئة حيث المرحلة الثانية كانت بتعتمد على الجهر بدون مواجهة قاطعت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سانده من بني هاشم وبني المطلب العبارة صحيحة أطلق على العام الذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب عام الفيل العبارة خاطئة حيث أطلق على هذا العام عام الحزن كانت رحلة الإسراء والمعراج تثبيتا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم العبارة صحيحة بعد وفاة عمه وزوجته السيدة خديدة رضي الله عنها كانت رحلة الإسراء والمعراج بمثابة تثبيت وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الندوة لتكون أول مدرسة في الإسلام العبارة خاطئة حيث الرسول صلى الله عليه وسلم اختار دار الأرقم ابن أبو الأرقم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار صور ليتعبد فيه العبارة خاطئة حيث كان بيخرج إلى غار حرار طرج محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه إلى غار حرار بما تفسر ليتعبد فيه ويمكس فيه أياما بعيدا عن الناس يتأمل في خلق الله من حوله بما تفسر أهمية دار الأرقم ابن أبو الأرقم ليه دار الأرقم ابن أبو الأرقم كانت مهمة حيث اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون أول مدرسة في الإسلام يتعلم فيها المسلمون أمور دينهم ويتدارسونه فيما بينهم رفض قريش لدعوة الإسلام في بدايتها رفضت قريش الدعوة الإسلامية منذ بدايتها لأنها ظنت أنها تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل بما تفسر هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة ليه هاجت بعض المسلمين إلى الحبشة بسبب اشتداد إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد اسمه النجاشي ولأنها عرض صد بما تفسر تسمية أبي باكر بالصديق ليه أبو باكر سمع بالصديق لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراء بما تفسر رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم البحث عن مكان آخر للدعوة ويلتمس النصر من قبيلة ثقيف بما تفسر كان النظام القبلي هو سائد في معظم شبه الجزيرة العربية ليه النظام القبلي؟ واللي كان سائد في معظم شبه الجزيرة العربية لأنها أي الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة كل قبيلة منها كان لها شيخ يحكمها وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد من أفرادها بما تفسر المكان التجارية المتميزة لأهل مكة قبل ظهور الإسلام لأنهم كانوا ينظمون الرحلات التجارية مثل رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام مكة كانت بتميز أو أهل مكة كانوا يتميزوا بمكانة تجارية متميزة قبل ظهور الإسلام لأنهم كانوا ينظمون الرحلات التجارية مثل رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام بما تفسر شهرة سوق عكاز وزل مجاز في شبه الجزيرة العربية له سوق عكاز وسوق زل مجاز كانوا مشهورين في شبه الجزيرة العربية الإجابة لأن هذه الأسواق لم تكن للتجارة فقط ولكنها كانت ميداناً لتنافس الشعراء والفطباء يعني كانت بتجمع بين التجارة والثقافة كان العالم في حاجة إلى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ليه العالم؟ كان في حاجة إلى مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليرسد الناس إلى عبادة الله الواحد وينشر فيه قيم العجل والمساواة والرحمة بما تفسر تسمية العام الذي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل لأنه العام الذي حاول فيه أبره الحبة في هدم الكعبة بجيث ضخم يضم عدداً من الفيلة لذلك سمي هذا العام بعام الفيل قيام عبد المطلب لتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم محمداً إنه اسم لم يكن معهوداً أو مألوفاً في هذه الفترة سماه محمداً ليكون محموداً في الأرض وفي السماع بما تفسر إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سعد ليه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سعد بالبادية لأن العيد في البادية كان بيكسب الأطفال فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل ما النتائج التي ترتبت على ندرة الأمطار في شبه الجزيرة العربية الأمطار في شبه الجزيرة العربية كانت نادرة إيه اللي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أنه أصبحت الزراعة نادرة وأصبح الرعي هو الحرفة السائدة ما النتائج التي ترتبت على محاولة أبرها هدم الكعدة؟ النتائج التي ترتبت عليها أنه فشل في هدمها وحافظ الله بيته وأهلك أبرها وجيشه ما النتائج التي ترتبت على عمل النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته برعي الأغناب؟ اكتسب العديد من الصفات مثل الصبر والتواضع والرحمة والعرض ما النتائج التي ترتبت على فدة إيذاء قريف للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه منذ الجهر بالدعوة ترتب على ذلك أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ثم خرج هو إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة سقي فشل قريف في رد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهن إيه النتائج التي ترتبت على كده؟ ترتب على ذلك عرضوا عليه الأموال والزعامة فرفض ثم بعد ذلك قعموا بحصار رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمدة ثلاث سنوات حصروهم في شعب أبي طالب يبقى بعد ما فشلت قريف في رد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهن إيه النتائج التي ترتبت على كده؟ عرضوا عليه الأموال ثم عرضوا عليه الزعامة ولكنه رفض فترتب على ذلك أنهم قاموا بحصار رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمدة ثلاث سنوات ما النتائج التي ترتبت على وفاة السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب إيه اللي ترتب على كده؟ ترتب على ذلك أنه سمي هذا العام بعام الحزن ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة سخير ثم حدثت رحلة الإسراء والمعرى أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة كسرت العبادات في نؤت وكانوا يقدسون البأر ونؤم كسرت العبادات في الهند وكانوا يقدسون البقر والزواحي بعد انتشار عبادة الأصنان في شبه الجزيرة العربية بقي القليل على عبادة نؤت دين سيدنا إبراهيم بعد انتشار عبادة الأصنان في شبه الجزيرة العربية بقي القليل على عبادة الحنيفية اللي هي ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام انتشرت الديانة نؤت والديانة نؤت في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام انتشرت الديانة اليهودية والديانة المسيحية ولكن في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام من أشهر شعراء العرب قبل ظهور الإسلام النابغة الذبياني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى نؤط ليتعبد فيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء ليتعبد فيه تعد نؤط أول مدرسة في الإسلام إيه هي أول مدرسة في الإسلام؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم بتعتبر أول مدرسة في الإسلام ساند الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عمه نؤط بينما حاربه عمه نؤط اللي ساند الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عمه أبو طالب بينما حاربه عمه أبي له من هو والد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي أثناء عودته من رحلة تقارية عبد الله طاف بالرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وسماه محمدا عبد البطالب مردعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أقام عندها أربع سنوات حليمة السعدية الغلام الذي أرسلته السيدة خديجة مع النبي إلى بلاد الشام ميصر من هو؟ جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره أن الله كلفه بحمل رسالة الإسلام إلى الناس سيدنا جبريل أمين الواحد طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه سيكون نبي هذه الأمة من اللي طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه سيكون نبي هذه الأمة ورقة ابن نوفا أول من أسلمت من النساء السيدة خديجة أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق أكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية المكان الذي صعد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وآلن دعوته بين الناس جبل الصفا قبيلة في مكة كانت من أشد المعارفين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قريش رحلة كانت معجزة أراد الله بها أن يصري عن نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد عمه وزوجته رحلة الإسراء والمعراء دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي معارضة برايخ للدعوة الإسلامية منذ البداية أي ستهموه صلى الله عليه وسلم بالكذب والسحر والبنون قاموا بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بشتى ألوان العذاب عرضوا الأموال والزعامة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم آخر حاجة قاموا بمقاطعة وحصار الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوجد تناقض بين موقف كل من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وأبو لهاب تجاه الدعوة في تناقض بين موقف أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب وأبو لهاب تجاه الدعوة الإسلامية حيث سانده عمه أبو طالب في دعوته بينما حاربه عمه أبو لهب ووقف ضده ورفض الدعوة لم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبءا على عمه الإجابة حيث خرج ليرعى الأغنام ويساعد عمه ويخفف عنه العذر كانت شبه الجزيرة العربية أرض الحضارات ومهدل لكثير من الأنبياء حيث قامت بها حضارات مثل حضارة قوم عاد وقوم سمود وكانت مهدل لكثير من الأنبياء مثل أهود والصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام تعددت العبادات والديانات في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مثل الديانة الحنيفية وعبادة الأصنام واليهودية والمسيحية حدد موقفا يدل على أهمية المرأة في الإسلام عاوزين موقف بيدل على أهمية المرأة في الإسلام موقف السيدة خارجة عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير حراء حيث طمأنته وذكرته ببعض خصاله الحميدة وأخذته إلى ابن عمها ورق ابن نوفا حدد الدروس المستفادة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم في بيت عمي تقدير قيمة العمل والإنتاج وتحمل المسؤولية ما العلاقة بين مكة قبل الإسلام وبلاد اليمن؟ كانت مكة تقوم بتنظيم رحلة الشتاء إلى اليمن كما تعرضت مكة لغزو خارجي من أحد ملوك اليمن وهو أبره الحبثي ماذا يحدث إذا؟ قبلت قريف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البداية لم يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون للإزاء ولم يهاجروا إلى الحبشة كان النجاشي ملك الحبشة ظالم إيه اللي كان هيحدث لم يختار الرسول صلى الله عليه وسلم الحبشة مكانا للهجرة وبكده درس اليوم انتهى أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا